صلت مركز المعلومات ودعم انتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش بعنوان أفق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032 والذي أوضح أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأشرت تقرير فيتش إلى نجاح مصر في تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن في عام 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 15.5 مليار جنيه كذلك صلت مركز المعلومات على توقعات وكالة فيتش بارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر من 59 مليار جنيه في 2022 إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023